بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تتعي الكيفرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما يعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم الله الظاهرون منهن أم هاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلك قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم وأقصت عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم بناء فيما أخطاكم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم هم هاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهابنين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مستورا وإذ أخذنا من النبيين ميساقهم ومنك ومن نوع وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميساقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقين وأعد للكفرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما يعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحنابر وتظنون بالله الزمون هناك بتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المناتقون والذين في قلوبهم برضا ما وعدنا الله ورسوله إلا غروا وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يسرب لا مقام لكم فارجعوا ويستاذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطيرها سنسئلوا الفتنة لها توها وما تلبسوا بها إلا يسيرا ولقد كان معاهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل منزى الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوتين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يكون الباس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا داء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يرشى عليه من الموت فإذا زاب الخوف سلقوكم بألسنة شداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإيات الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرضو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعلم الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عادوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومن من ينتظر وما بدلوا تبديلا لأجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتنب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الطاب المؤمنين الكتاب وكان الله فويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروا من أهل الكتاب من صيصين وقذأت في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتاسزون فريقا وأورثت الأرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها وكان الله على كل شيء قديرا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعتن وأسرحتن صراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد بالمحسنات منكن أجرا عظيما يا رساء النبي من يات منكن بفاحشة مبينة يضع أفلا العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقلت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نوتها أجراء مروتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا رساء النبي لستنك أحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا بقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقلن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعم الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وازكرن ما يلا في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين 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 والصائمات والحافظين فرودهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوبك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبدين وتخشى الناس والله أحب أن تخشى فلما قضى زيدا منها وطرا زودنا كها لكي لا يكون على المؤمنين حربوا في أزواد أدعائهم لكي لا يكون على المؤمنين حربوا في أزواد أدعائهم إذا قضوا منهم وطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرد فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتما النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبقوا بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكة ليخرجكم من الظروبات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقى لهم سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الضالب إذني وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا فتع الكفرين والمنافقين ودع أداهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا لك حكموا المنافقين ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونا فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أدرهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسان النبي إن أراد النبي أن يستنفحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرد وكان الله غفورا رحيما وما ترجع من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت من من عزنت فلا جناح عليك ذلك أدنا أن تقرأ عينهن ولا يحزنن ويرضين بما آتيتن كلهم والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا تحل لك المساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعذبك حسرهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يوذلكم إلى طعام غير ناظرين إله ولكن إذا دعيتم فدخلوا فإذا طعبتم فانتشروا ولا مستانسين لحديث إن ذلكم كان يوزي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطغى لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن توزوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوا فإن الله كان بكل شيء عليما لا ذناح عليهم في آبائهم ولا أبنائهم ولا إخوانهم ولا إخوانهم ولا أبناء إخوانهم ولا أبناء أخواتهم ولا نسائهم ولا ما بلكت أيمانهم واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكة هم يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يوزون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عزابا ممينا والذين يوزون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا أهدانا وإثما مبينا يا أيها النبي قل لأزوابك وبناتك ونساء منين يبنين ونساء منين عليه من جلابي بهن ذلك أدنا أن يعرفن فلا يوزين وكان الله غفورا رحيما لإن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم لنغرينك بهم لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قلا ملعومين أينما سبفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكفرين وأعد لهم سعيرا قالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلبوا دورهم في النير يقولون يا ليتنا أطعنا الراء وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل ربنا آدي الضعفين من العذاب والعمل لعما كثيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأهم الله مما قالوا وكان عند الله وجياء يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم جنوبكم ومن يطع الله ورسولهم فقد فاز فوزا عظيما إننا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنا وأشفقنا منها وحملنا الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة